موسيقى 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 ونبدأ معاكم في طبعاً أن المباراة دي رقم 242 في كل المواجهات الخاصة بكلاسيكو الأرض كلاسيكو أسبانيا ما بين برشونا و بين ريال مدريد سواء في دوري في كاس في دوري أبطال في سوبر أوروبي أو حتى سوبر محل رقم 242 كل واحد من الفرقين فاز 95 مرة مباراة الكاس الأخيرة هي دي اللي خلت التساوى ما بين الفرقين يوصل ل95 مرة والتعادل في 51 مباراة طبعاً فريق ريال مدريد فشل في تحيي الفوز على برشونا في ملعب سنتياجو بين نبيه من يوم 25 أكتوبر عام 2014 لما فاز بنتيجة 3-1 سجل رونالدو طبعاً من رقل الجزاء وبيبي وكريم بنزيمة واللي سجل الهدف الوحيد لبرشونا هو نيمار ريال مدريد تلقى آخر فوز لي في الليجة أو طبعاً ريال مدريد منذ آخر فوز لي في الليجة تلقى 3 هزايا متتالية وسط جماهيرو في الكلاسيكو بنتيج 4-0-3-2 وأخيراً 3-0 في لقاء الموسم الماضي ريال مدريد بيحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورية الأسباني برصيد 48 نقطة متأخر بفارق 9 نقاط عن برشلونة أنا قلت 11 هي 9 عن برشلونة صاحب المركز الأول ب57 نقطة تعالوا نروح لحضراتكم واضح أنه فيه تحيص طبعاً لنادي ريال مدريد أنه ما فيهش أحصائيات عن برشلونة وأنا أقول لحضراتكم أحصائيات برشلونة الخاصة أو أحصائيات فريق ريال مدريد الفريقين في الدورية الأسباني الفريقتين لعبوا 177 مباراة في الدورية الأسباني اتعادلوا فيه 34 مباراة ريال فاس في 72 مباراة وبرشلونة فاس في 71 مباراة فزي ما المباراة الأخيرة كانت برشلونة حق وتعادل فيه المواجهات ما بين الفريقين في مجمع اللقات وحق 95 فوز أيضاً النهاردة برشلونة على موعد جديد مع التاريخ النهاردة في المباراة اليوم هيكون حق رقم 72 فوز علشان يتساوى مع فريق ريال مدريد في عدد المواجهات الخاصة بيهم في مطولة الدوري الأسباني فقط ريال مدريد حق أو أحرص 286 هدف برشلونة حق 287 هدف نتكلم في هدف واحد فريق ما بين الفريقين هو ده بقى الكلاسيكو هو هي دي القمة هي دي الدوريات أو اللقاءات القوية في الدربيات منشوف فريق مباراة ما بينهم في الفوز هدف واحد ما بين الفريقين لكن طبعا الجابس أو الفواري الكبيرة اللي بنشوفها في دوريات تانية يعني ما احترامنا لكل الدوريات اللي موجودة في العالم بقى إنجليزي إيطالي هولندي ألماني يبقى الكلاسيكو هو كلاسيكو هو الكلاسيكو أو القمة اللي كل العالم بينتظرها تخيل حضراتكم دي جي وقت من الأوقات إن بيكون في بعض البلاد اللي موجودة في أسيا زي الصين زي اليابان زي كوريا بيتم تعاقد مع ربطة المحترفين للدوريات الأسباني إن يتم تنصيق موعد المباراة مع الأوقات الخاصة بالبلاد دي علشان يعرفوا إنهم يشوفوها في أوقات ما تكونش متأخرة ما تكونش اتنين تلاتة بالليل وكمان تكون في أوقات بعد ما يخلصوا شغلهم ويبقوا موجودين في بيوتهم عشان يستمتعوا بالقمة لكل العالم وما فيش واحد في العالم كله أعتقد إنه ما بيتابعش المباراة في التلفزيون ممكن حتى يبقى متابع على الموبايل يبقى متابع في الراديو لو في وسيلة راديو موجودة وبالتالي هي مباراة قمة تعالوا نروح ونشوف طيب تقرير زي ما احنا طاقنا قلنا معكم أو الناس الجمهوري طاقع معنا نتيجة المباراة تعالوا نشوف بقى وأول مرة يعني تحصل أعتقد إن احنا ننزل الشارع ونسأل الجمهور المصري ونلوم طاقعتكم إيه في قمة اليوم بين ريال مدريد وبشهولة ونرجع نكمل معكم بقى الأخبار العالمية اشتركوا في القناة بعد هزمتها بس هو الموضوع هيبقى صعب إن برشلونة برضو مش تبعيز يعني الضائع منها المطش عايد دفضل هي الموسم بتاحها أو ملكها و مش عارف التوقع النتيجة صعب بس هو الآرب للمكسب وآرب لفوزة يا برشلونة توقعاتي إن ريال مدريد يعمل حاجة ليه؟ لإن هيبقى ممكن يكون فيه تحدي شوية على أساس المطش اللي فات فعلا كان أداؤهم مش اللي هو وأنا متوقع إن ريال المدريد فرقة كويسة وكبيرة وممكن تفوز على برشلونة مطش الكاس يوم الأربع ريال الشوط الأول كان عامل أداء والأاروعة وكان فرص كتير كان ممكن يسجل بها جاء بعد كده شوط الثاني برشلونة بدأ يستغل النقط اللي ورد في عيال الصغرات اللي بتصحف ريال وسجل جون والثاني والثالث وأنجز المطش ونتأهل لنهاء الكاس ريال من بعد رحلونالدو مفيش والله هو المطش اللي فات كان الريال كويس بس برشلونة كانوا أكتر فعليا فأعتقد المطش اللي جاي أعتقد إن ريال ممكن يعمله نتيجة إجابية يعني إن شاء الله يكون مطش كويس أهو علشان خاطر يعوضوا المطش اللي فات لازم يردوا يعني عشان خاطر الهزيمة اللي كانت تيجي الأهوى عليه وفي شوط تاني بعد المشكلة اللي حصلت في المطش الكاس وأن الريال كان بلعب كويس جدا برضو بس هي نتيجة يعني لأسف كانت لصالح برشلونة في الآخر بس أنا شايف ملش الدوري ده يفرق كتير جدا مع الريال فأنا شايف إن شاء الله ريال هيكسب يعني لا يا مباراة صعبة طبعا بعد المباراة اللي فاتت وفاس فيها برشلونة 3-0 ريال مدريد لازم طبعا يعوض الخسارة دي مباراة ما نفعش توقع يعني وأعتقد إن شاء الله هي بفوز برضو يمكن حليف برشلونة لا هو طبعا حيكون صعب جدا طبعا لإنه طبعا ما فيش فرقة كبيرة حتتغلب مرتين ودي يعني ده نظام بفرقة كبيرة فعلى معتقد حيبق يعني ممكن يكون واحد سفر ريال مدريد أو ممكن يكون تعادل لإنه مش ممكن ريال مدريد حتتغلب مرتين برشلونة إن شاء الله برضو هيكسب تمام تاني وكعبوا عليها على الريال الفترة اللي فاتت دي وخصوصا بعد ما كسبناهم في الكاس تمام تلاتة ومس إن شاء الله يسجل وشويرز انا بحضركم من جديد سمعنا مؤيد سمعنا معارض على فكرة أنا كنت موجود مع حضركم يوم الأربع عبل ماتش كلاسي كل كان موجود في بطولة الكاس وكان وشي حلو على برشلونة برشلونة كسبة 3 صف اتمنى إن ده يحصل نهار ده برضو إن شاء الله يعني مع احترابنا الكامل لكل مشتجين فريق ريال مدريد طبعا نادي كبير جدا يعني ونادي عريق وبيكسب بطولة دورة بطولة أوروبا لكن الدورة والكاس تخصص برشلونة نروح لأول خبر راموس على موعد مع التاريخ اليوم في الكلاسيكو سيرجو راموس مدافع وكابتن فريق ريال مدريد لو لاعب مباراة اليوم في الجالة 26 من مباراة الكلاسيكو هيكون حقق رقم جديد وهو 42 مباراة عنده 41 مباراة لعبها أمام فريق برشلونة وهتخطى أيضا الثلاثي خنته وسنشيز لعب فريق ريال مدريد وهتشافي هرناندز لعب برشلونة وتستطر القيمة برصيد 42 مباراة راموس لو شارك فيه مباراة اليوم هيكون أكثر اللاعب خض مباريات ويعادل أرقام الثلاثي اللي احنا قلنا نحضر لكم هيكون لي مباراة كمان علشان يحقق رقم 43 ويكون عدى كل اللعيب اللي موجودين ميسي أكيد عنده 41 مباراة ميسي النهاردة هيشارك فيه مباراة لو لعب فيها مباراة رقم 41 وبالتالي المباراة اللي مشاركش فيها ميسي في الإصابة في الدور الأول في بطولة الدورة اللي انتهت 5-1 هي دي اللي أثرت وفرقت مع راموس مع ميسي أسف ميسي لو كنشارك في المباراة كان هاتساوى مع سيرجو راموس هما الاثنين مع أكثر ثلاثي لعب مباراة كلاسيكو والاثنين لو لعبوا مباراة يعني ميسي لو لعب مبارتين هيكون تخطى الثلاثي اللي قلنا لحضراتكم عليه وراموس لما يلعب مبارتين هيكون هو أكثر لاعب في تاريخ مواجهات الكلاسيكو إنه هو يلعب مبارات نروح بقى لبقى الأخبار الخاصة بالدورة العالمية ونبدأ معكم بنتائج مباريات اليوم واللي انتهت حتى الآن الجالة 29 في الدورة الإنجليزية تقطنها مؤسسنا الواحد واحد منشستر يونيتد واثاوس هامتون في مباراة أكثر من رائعة وممتعة 3-2 لمنشستر يونيتد وولفر هامتون وكاردف سيتي 2-0 لولفر هامتون بيرنلي 1 كريستل بالس 3 برايتوم 1-0 على هاردوس فيلد وأخيرا بورنموث بيفوز مانشست سيتي بيفوز على بورنموث واحد صف وكيد زعلانين لفوز مانشست سيتي لكن فرحانين بهدف العربي الجزائري رياض محرز واليسام بثلاث نقاط مع فريق السيتزنز تقطنها طبعا الأخبار التابعة للدورة الإنجليزية تقطنها بيفلت بنقطة من المدفعجية ويعزز من قائب المركز الثالث في الدورة الإنجليزية خلي بالحضراتكم أن أول أربعة بيتأهلوا مباشرة لدورة أبطال أوروبا وبالتالي تقطنهام حريص جدا على أنه يكون موجود في الأول أربع مراكز لكن تقطنهام بعدما كان متأخر بنتيجة واحد صفر بيتعادل عن فرير راكل الجزاء هاريكين وأوبم يانج بيضيع راكل الجزاء في آخر دقايق من عمر المباراة على شام يعني يحلم أرسنال من فوز مهم جدا كان هيقربوا من مركز التالت وبالتالي تعادل أرسنال وتقطنهام مفيد لتقطنهام ومضر بالنسبة لنادي أرسنال طبعا تصريح مدير الفني لفريد تقطنهام بوكتينيو بيقول كنا سنشعر بالعار إذا خسرت داد أرسنال رغم أفضليتنا ولسنا محظوظين بقرارات التحكيم طبعا ديربي شمال لندن ده جماعة ديربي خاصة جدا في قصص كتيرة جدا لكن طبعا مش هنقدر أن احنا نحكيها كلها عايز أقول لحضركم أن في الأول أرسنال كان عنده ملعب وتقطنهام عنده ملعب والملعبين كانوا بعد جدا عن بعض لكن في الوقت اللي أرسنال قرر أنه وينقل فيه ملعبه قريب من ملعة طواطنهام بدأ من هنا يكون الحماس والقوة اللي تيجي من كلمة ديربي شمال لندن الخاص بأرسن وطواطنهام واللي بيكون قوي جدا جدا واللي بيكون المشجعين فيه فعلا في حال الجنون من الفرحة لو فريق من التاني فاز الحمد للقاء انتهى بشكل إيجابي علشان ما حصلش مشاكل بعد المباراة لكن بوكوتينيو زي ما قال حضراتكم يقول كنا هنشعر بالعارق لو خسارنا شايف ان فريق أفضل من كل الجوانب أفضل من أوسنال لكن طبعا بيتكلم ان فيه قرارات تحكمية لكن بصوا جماعة جمال التصريح يقولنا ما كناش محظوظين بقرارات التحكم راجل بيتكلم على التحكم بشكل جيد جدا بشكل محترم جدا اي نعم كان عنده مشكلة ممكن توقف خلال المباراة الأخيرة لنادي سطنهام وانه حصلت مشادة مع الحكم لكن الرجل يتعلم وقال ان انا انفعلت زيادة عن اللزوم وبالتالي اتكلم على التحكم ايضا ان احنا كان شايف ان راقة الجزاء ممكن يكون فيها كلام اتكلم ان هو كان يستحق بعض القرارات اللي جات فيه مش في صالح فريق تاطنهام يناي امري ايضا بيتكلم ويقول انه بيدفع عن اوبم يانجو لكذات وبيقول ان تقنية الفيديو ستأتي لمساعدة الحكام امر طبيعي جدا ان يناي امري المدير الفاني نادي وعسنال بعد ما خرج يعني كان يخرج بالثلاث نقطة بعد كده خرج بنقطة احسن ما فيش بدل ما يخرج من غير ولا نقطة خالص اتكلم وقال ان اللاعب اللي ضاع ضرب الجزاء اوبم يانجو اكيد لازم يدفع عنه وبيقول ان ما فيش لعب يعني هيفضل بيسجل على طول ولا لاعب مش هيفضل من غير تسجيل على طول وايضا لكذات اهدار الفرص الكتيرة اللي بيهدرها بيدفع عنهم عشان يديهم ثقة خلال الفترة القادمة والمرحلة المقبلة عنده بطولة دوري عايز يفنش من خلال الاربع مراكز اللي موجودين عنده ايضا بطولة الاوروبا ليجو اللي تخطى فيها مرحلة وبالتالي ارسناد بيحاول ان هو يفوز ببطولة دوري الاوروبي وايضا يكون موجود في الطاب فور عشان لو ما وفقش في الدوري الاوروبي ومعرفش يفوز باللقب يكون ضامن مكان ليه في الموسم القادم في دوري ابطال اوروبا اوفم يانج يهدي لاريس رقما تاريخيا في ديربي شمال لندن بصد رقلة الجزاء اللي هيجو لاريس حارس مارما فريد توتنهام صدها لاريس بيعمل رقم جديد في الدوري الانجليزي وخاصة في ديربي شمال لندن لاريس اصبح اول حارس في تاريخ توتنهام ينجح في تصدي رقلة جزاء لفريق ارسن في تاريخ مباريات ديربي شمال لندن في الدوري الانجليزي الممتاز تغير حضارك من كل اللقاءات اللي تلاعب فيها ركل الجزاء كان كل ركلات الجزاء بيتم احرازها لكن هيجو لارس بيجيب رقم جديد ان اول حارس في التاريخ في ديربي شمال لندن بيصد ركل الجزاء السيتي يتصدر الدوري الانجليزي مقاقتا بعد فوزه على بورنموث فاز واحد صفر بهدف ليراد محيز وبالتالي بتصدر الدوري الانجليزي مقاقتا انتظارا لمباراة مباراة ليفر بول وايفرتون بكرة في ديربي الميرسي سايد على ملعب ايفرتون ولا يكون الساعة ستة بتوقيت القاهرة نأمل ان ليفر بول يفوز في مباراة صعبة جدا 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 مباراة ان شاء الله نتمنى ان محمد صلاح يسجل فيها نتمنى ان محمد صلاح يشارك ويتقلق كلعة جورديولا تصريح خاص بمباراة الستي قدمنا واحدة من افضل مباراة امام بورنموث واكيد جورديولا عبر عن ساعته بالمستوى القديم اللعيب يخلال المباراة بورنموث والستي يحقفوص صعب على بورنموث بنتيجة واحد صفر اللي جامعت ما بينهم على ملعب فريق بورنموث جورديولا بيتكلم عن اصابة دي بروين دي بروين يعني محصود واخد عين اصابات من مباراة الى الاخرى واحد من اهم المفاتيح اللعب اللي اثرت في فترة غيابه مع فريق منشستا سيتي جورديولا قال ان كيفن دي بروين هيغيب الفترة لم تحدد بعد عقب تعرضه للاصابة امام بورنموث في المباراة اللي جامعتوا بينهم اليوم في الجهل لقم 29 وعشرين كيفن دي بروين عنده مشكلة فيه اوطار الرقبة هيغيب الفترة من الوقت عن الفريق رياض محرز طبعا يعدد صعبات نوقع بورنموث ان رياض محرز اكيد اتكلم وقال ان المباراة كانت صعبة ما شاركش من البداية لكن لمشارك في اللقاء مع نهاية الشوط الاول قال بعد اصابة دي بروين طبعا سبحان الله لعب يتصاب علشان اللعب تاني ينزل مكانه ويجيب هدف الفوز ويحقق ثلاث نقاط مهمين جدا فيه مباراة صعبة جدا على ملعب وورنموث طبعا رياض محرز ان الملعب صغير ومسأل ان هو يلعب بطريق اربعة خمسة واحد لكن قده بشكل جيد جدا في الشوط الاول والشوط التاني ايضا اداء السيتي كان جيد وفيه كان بعض الهجمات المتدى اللي كانوا بيعتمدوا عليها وبعد كده نكحوا في التسجيل بهدف نظيف منشستر بيحقق فوز في الوقت الضايع على فريس آثم المباراة انتهت ثلاثة اتنين اللي كانت في ملعب الأول ترافورد وطبعا بيريرا والوكاكو سجلوا الهداف في الدقائق 53-59 وثالثمتن طبعا سجل في ديئة 26-75 من عمر المباراة فول بوكبانيج بيليوناتيد اهد الرقل الجزائي في ديئة 95 من عمر المباراة نروح الدوري الاسباني ونقول لحضراتكم بقى نتائج اللي متلعبت لحد الوقت اسبانيول بيفوز على بلد الوليد 3-1 فياريال بيفوز فياريال بيخسر من ديبروتيف والافش في مباراة مفاجئة بالنسبة ل النتيجة تيها 2-1 ايضا في الدوري الاطالي امبليو بارما 3-3 وميلان لحد ما دخلنا لحضراتكم كانت النتيجة التعادل السلبي 0-0 نقول لحضراتكم وانتابع معكم الميلان عامل ايه عشان ميلان لو فاس في المباراة دي هيصعد الى المركز الثالث وينتهي صفور 6 تأخر الانتر بالخسارة امام كالياري 2-1 لاتسي وروما المباراة اتلعبت بقالها تلت ساعة مباراة قوي جدا والدوري الالماني هيرتا برلين بيفوز 2-1 على ماينز اينترخت فرانكفورد بيفوز على هوفنهايم 3-2 وبارنيفر كوزن فرايبورج 2-0 اسي ميلان بيفوز 1-0 على ساسولو وبالتالي ميلان رسميا في المركز الثالث الواحد بصراحة يعني ميلان ده من الفرقة العديقة جدا اللي كان فيها نجوم كتيرة جدا وبالتالي الواحد اخيلا بلاقى ميلان في الطوب فور او يعني اكبر اربع عندهم موجودين في الدوري ان شاء الله يستمروا ويكمل تعلقه في بطولة الدوري ويقدر انه هو يفنش في مركز يؤهله الى دوري ابطال اوروبا علشان يستمتع بالميلان مع الاستثمار اللي موجود فيه ميلان بشكل صحيح وبشكل يعني لا يخالف اللعب المالي النظيف اللي محدده الاتحاد الدولي لخورة القدم بارلي فيركوزن بيفوز 2-0 على فرايبورج وشالكا بيخسر 4-0 من دوسل دوسل دورف ونورنبورج بيخسر 1-0 من لايبزيك واخيرا المباراة طبعا هنقول لحضراتكم عليها مونشن جلادباخ امام فريق بارن مينيخ بارن مينيخ بيفوز 5-1 على بروسيا مونشن جلادباخ والبارن بيتعادل في النقاط مع فريق بروسيا دورتموند اللي بيفرط في فريق النقاط الكبير اللي كان فرصة كبيرة ويفوز بها في الدوري الألماني لوكاكو يوضح سبب عدم تزديد رقلة الجزائر رقلة الجزائر طبعا كان لوكاكو كان هو اللي عايز يسدد لكن طبعا لوكاكو قال انه افضل ان بول باقبا يشوت علشان قاطر يزود من عدد اهدافه في بطولة الدوري الانجليزي لكن الحمد لله انها ضاعت الحمد لله ان اوبن مينج ضيع وكويس ان اجويرو فارق نقطة فارق بهدف واحد فقط عن محمد صلاح عشان محمد صلاح لو ربنا كتب ان شاء الله ان بكرة محمد صلاح يجيب هدف ويحق انتصال ليبربول يكون متساوي مع اجويرو السلام بقى لو صلاح جاب هدفين ويتفوق على اجويرو بفارق هدفين لوكاكو بيحقق رقم جديد في البريميال ليج ان لوكاكو بيسجل هدفين خلال الفوز الصعب امان في ريثار سامتون على ملعب اول ترافرد طبعا يعني بنكلم ان لوكاكو بيسجل في لقائين متتاليين هدفين وده اول مرة في مسيرته كلها يحقق في لقائين اربع اهداف طبعا كان كريستال فلس في المغران انتهت تلاتة واحد لوكاكو بص عمل يا جماعة عمليه ازاي بص لوكاكو عمل ازاي جماعة ده وحش بسم الله ما شاء الله قطرة بشرية ما ينفعش يكون بني ادم ده ابدا ده الله يكون فعون اي مستجب يلعب عليه يتميز بالبوديان القوي جدا جدا بالصلاحة لوكاكو مانشستر عنده اصابة جديدة من خلال مواجد ثاو سانتون اليكسيس سانشاز بيشتكي من اصابة في ركبته اليسرى بعد كرة مشتركة مع لعب فريس ثاو سانتون لعشان بعديها يطلب التغيير ويخرج وينزل بعديه دالوت في ديئة اتنين وخمسين مانشستر عنده اصابات كثيرة جدا عنده مارتسيال ولينجرد وفالينسيا بالاضافة الى ماتتش واخيرا بينضم معهم اليكسيس سانشاز غدا بكرا ان شاء الله صلاح يقود ليفر بول امام افرتون لموسطة الحفاظ على الصدارة ربنا يصر طبعا ديربي الميرشي سايد نقول لحضراتكم بعد الارقام طبعا الرجز بيسع جاهدا ان هو يحافظ على الصدارة اللي موجودة لكن طبعا ليفر بول عن 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الساتيزنز اللي تفوق النهارد الفارق نقطتين بعد ما فازه رجز حق 21 تصار وتعادل في ست لقاءات وخسر في مباراة واحدة فقط ليفر بول هيفتقد الى ثلاث لعيبة داد افرتون بدأة الاصابة جوماز ولوفرين وتشامبلين وفيرمينيو اللي خرج مصاب في مباراة منشستر رونيتد لسه مش عارفين هيلعب ولا لأ لكن ده الاخبار المتدولة على المواقع الصحف العالمية التشكيل هيبقى طبيعي جدا بالنسبة لفري ليفر بول يعني فندايك ماتب في قلب الدفاع طبعا اوريجيا ممكن يكون موجود مكان في المينيو لو في المينيو مش يلعب بسبب الاصابة ومحمد صلاح ومانيه في خط الهجوم افرتون بيعيش مسم جيد اخر لقاءاته امام كاردف وحق الفوز في المباراة بتلت اهداف مقابل لشيء طبعا افرتون في المارجز التاسع برصيد 36 نقطة لقى فريق افرتون 28 مباراة الفوز في 10 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 12 هيغيب قادر عن فريق افرتون دد ليفر بول لايتون باينز بدأي الاصابة وكيرت زومة ايضا بسبب تراقم البطاقات الصفراء بقى اللقاءات لستر هييل عبدالد واتفورد وفولهم هييل عبدالد تشيلسي وطبعا زي ما احنا عارفين فولهم اقال المدير الفني كراوديو رانييري في اخر مباراته بعد ما قادر الفريق في 17 مباراة مايكل كين مدافع افرتون وتصريح عن مباراة ليفر بول سنكون سعداء باضاعة لقب الدوري من ليفر بول طبعا لقاء جماعة ديربي مختلف تماما مقاطعة الميرسي سايد ده لي قصة كبيرة جدا وطاريخ طويل ما بين الفريقين من 1800 وحاجة فهنمتكلم من زمن الزمن ان الفريقين عندهم مشاكل والحد الوقت هو ديربي قوي جدا كل فريق بيتمنى ان هو يفوز على الفريق الاخر وورا قد انتهت 1-0 الفريق ليفر بول في الدئة 95 من عمر المباراة كان أوريجيو صاحب هدف الفوز المباراة دي زي ما انتم سمعتم ان مايكل كين مدافع افرتون بيقول هنكون مبسوطين جدا جدا لو ضيعنا اللقب من فريق ليفر بول احنا طبعا يا كين كلنا كمصريين بندعي عليكم بنقول يا رب فريق ليفر بول هو اللي يفوز وبالتالي يعني ان تمانا تقفل لعب من مصري محمد صلاح مني تصريح طلبت من لعب ليفر بول مناداتي برونالدو بعد القيام بدور محمد صلاح مني تقلق في المباراة احرص هدفين وقرب كمان في سبا هدفين الدوري الانجليز الممتاز احرص هدف رائع بالكعب وبالتالي عايز يدلع نفسه بقى يقول زمالي في الفريق قولي لي برونالدو الاسماعيلي ودع دوري عبطال أفريقيا اكلينيكيا بعد اخسارته أمام فريق شباب قسطنطينا وطبعا المباراة انتهت 3-2 والتي تلعبت النهاردة عماد حمدي جاب الهدف الأول الاسماعيلي في الديئة 13 قبل الهدف الأول عادل نصر الدين زعلاني النتيجة شباب قسطنطينا في الديئة 46 وبعد ذلك طبعا تقدمه بالهدف الثاني او اسماعيلي تقدم بالهدف الثاني لكن الفريق الجزائري بينجا في احراص هدف التعادل وهدف الفوز في الديئة 81 يعني بكرة أكيد مطش مهمة جدا يوفنتسونابولي في قمة الدوري الإيطالي الأول والتاني رونالدو طبعا أمام اختبار جديد بعد عودته من الإصابة وأن شرطي بيؤكد أن التنافس مع اليوفي ليس مستحيلا مباراة أكيد هتبقى الساعة 8.5 بتوقيت القاهرة على ملعب سان باولو ضمن جولات الدوري الإيطالي في الجولة رقم 26 رونالدو في أول مباراة نابولي نشوف هيقدر يعمل إيه رونالدو على رأس قائمة يوفنتس لمقاعد نابولي طبعا أليك دي أعلن القائمة المستدعال لمواجهة نابولي رونالدو موجود في القائمة طبعا يوفنتس 69 نقطة في الدوري الإيطالي بتصدر نابولي 56 نقطة طبعا كان فيه كلام أن يوفنتس أو قائمة يوفنتس لن تضم رونالدو لكن بعد عددت من الإصابة رونالدو هيكون موجود وزي ما حضركم شايفين القائمة تشيزني بيرن بونسوليو ديتشيليو كليني كاسيرس أليكس ساندرو بارتزالي بونوتشي كانسلو الرجاني سنازولا بيانيتش متودي أمريتشان بيانتاكور رونالدو ديبالا منزوكيتش مويسكين بيرنارديسكي طبعا نروح لأخبار المحترفين المصريين المحمدي أصنع هدفا في الفوز الكبير لأسطن فيلا على دوربي كونتي أحمد المحمدي نجم منتخب مصر ونجم نهد أسطن فيلا فيز على فريق دوربي كونتي مع فريق أسطن فيلا بأربع هداف دون رد في الجولة الخامسة وتلاتين من دولة الإنجليزي الدرجة الأولى يوم السبت والأقيمة على ملعب فيلا بارك شارك المحمدي في المباراة كاملة وطبعا صنع الهدف الثاني الفريق واللي تم إحرازه في الديئة سبعة وثلاتين أسطن فيلا طبعا افستح هدفه في الديئة تسعة من زمن المباراة بعد ذلك طبعا أسطن فيلا رفع رسيده إلى 48 نقطة في المركز 11 وتكمل رسيد دوربي كونتي في النقطة 51 في المركز السابع طبعا مديرة أعمال زوجة إيكاردي هي المسكلة كل الأعمال أي حاجة خاصة بشؤون كرة القدم هي التي تتكلم فيها زوجة إيكاردي تفتح الباب أمام انضمامه لريال مدريد طبعا إيكاردي فيه مشاكل وفيه كلام على انتقاله لفريق ريال مدريد لكن أكيد زوجته بتفضل انتقاله خارج الدوري الإيطالي وأكيد النادي الملكي النادي الكبير ريال مدريد طبعا سيميوني بيغيب عنه ثلاث لعيبة لقايمة ريال سوسيدات بكرة وأخيرا طبعا فيه فاعتمد سبع تغيرات في قوانين كرة القدم أنا متقول لحضراتكم عليها في الحلقة القادمة عشان الوقت يجري مننا جدا جدا وأنتم كمان أسيبكم تستمتعوا بالمباراة لريال مدريد ومشتروني وصلنا مع حضراتكم لنهاية حالة اليوم من الأهل اليوم نشوفكم دايما على ألف من الوخير تسبوع الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى